سيدنا في الفصل السابق في الفقرة الأولى بتقول ولكن إن كان هذا هو ما يجب أن يحدث من الناحية الأخرى نجد أنه لا يتطفق مع صدق الله الذي يقتدي أن يكون الله أمينا من جهة حكم الموت الذي وضعه لأنه كان من غير اللائق أن يظهر الله أبو الحق كاذبا من أجلنا خلينا نتوقف عند أول جزء من الفقرة دي إن كان هذا هو ما يجب أن يحدث فمن الناحية الأخرى نجد أنه لا يتطفق مع صدق الله نتكلم عن صدق الله ونوضح إزاي شرحها لنا الكديسة الثانية هو هنا يقصد في الفقرة دي أن الله قال معلومة لأدم يوم أن تأكل منها موتا تموت فلو حصل أن ربنا تغاضى وآدم ما ماتش ده مش هيتطفق مع صدق الله ده تفسير قديسة الثاناسيوس لا يتطفق مع صدق الله أنا بقول له واحد لو مسكت يا دي هتكهرب مسكها وما تكهربش يبقى أنا أجذب عليه فديها لا تتطفق مع صدق الله الذي يقتضي أن يكون الله أمينا من جهة حكم الموت الذي وضعه وهنا عايز برضو أشاور على أن هنا قديسة الثاناسيوس قال أنه حكم الموت اللي ربنا وضعه ليه بتك عليها لأن في بعض الناس يقولوا أن القديسة أثاناسيوس ما قالش أن الله هيعاقب الإنسان هنا بيقول لا حكم الموت ربنا وضعه ده حكم مش فقط نتيجة يعني أحيانا الإنسان نتيجة أخطاءه نتيجة أخطاءه يحصل له أزية أو مشاكل واحد شرب خمرة كتير لغاية ما كبده باز واحد شرب مخدرات لغاية لما مخه ضاع واحد شرب سجال لغاية ما جاله سرطان في الرئة دي سموها نتائج نتائج فهل الحكم أو الموت اللي حصل بالنسبة لآدم كان مجرد نتيجة ولا هو حكم ربنا حكم به فهو حقيقة حسب القديس أثاناسيوس الحكتين صح حكم ونتيجة حكم ونتيجة فهنا في أجزاء أخرى بتكلم عن إنه نتيجة وإحنا في القداس نقول أنا اختطفت لي قضية الموت يبقى أنا السبب لكن هنا كمان بيقول حتة تانية إن هي حكم وعايز بالمناسبة دي إن أحيانا بعض الناس لما بيقولوا معلومة هي صح بس قد تكون نقصة نص الحية بيحصل بقى فيها تضليل لأن أنا لما أقول نص المعلومة يبقى مش مظبوط لازم أتكلم بكل الحق اللي تكلم به المسيح أو الأباء في شرحه فلما نقول إن الموت كان نتيجة ده شيء صح صح مش بنرفضه الموت حكم ده صح والحكم يبقى حكتين حكم ونتيجة ودايما طول ما إحنا ماشيين في كتاب تجاسد الكلمة هنلاقي دايما قديس أثاناسيوس يشرح حكتين مش حاجة واحدة النتائج بتاعة الخطيئة والحكم بتاعة الخطيئة وبعدين لما نيجي في الخلاص هنلاقي النتائج دي بيعالجها والحكم بينفزه فتبقى الحكاية صح وماشي مظبوط أما إننا أركز على أحد الجانبين ده القديس أثاناسيوس ما قالش كده فهنا بيقول إن لو ربنا عفى عن آدم بدون تجسد وبدون صليب وبدون حاجة ده لا يتطفق مع صدق الله إزاي أقوله هيموت وما يموتش وقال إن الموت ده هو الحكم اللي وضعه الله لأن طبعا الناس الحلوين اللي بيقولوا إن ده مش حكم ده مجرد نتيجة يقولوا الله صالح ولا يحكم بشيء وحش طيب هو القاضي بيبقى راجل صالح يعني إنسان طيب القلب وعادل وحكيم وفي بيتهم أب جميل قوي مع أولاده لكن لما بيلاقي مجرم بيحكم عليه فالحكم لا يتعارض مع الصلاح بالعكس ده لو إنه ما فيش حكم يبقى ما فيش صلاح لأن معناها الخاط يتمادى في خطيته والشرير يتمادى في شره والظالم يتمادى في ظلمه والناس الغلابة حقهم يتهضم لأنه ما فيش حاكم بيحكم بصلاح فالحكم هنا علامة الصلاح وبعدين يكمل لأنه كان من غير اللائق أن يظهر الله أبو الحق كذبا من أجلنا طبعا هنا كلمة أبو الحق يعني إيه سيد المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة عشان كده لما يقول إن الله الآب هو أبو الحق يبقى أبو الإبن أبو المسيح وطبعا أبو الحق معناها حقاني لا يمكن يميل إلى الظلم أو الضلال أو الكذب العكس تماما بقى الشيطاء سيد المسيح قال عن الشيطان أنه كان قتالا للناس منذ البدء وقال إنه هو كذاب وأبو الكذاب شوف المقارنة هنا الله الآب هو أبو الحق في مقراب للشيطان أبو الكذاب عشان كده إحنا في المسيحية لا يمكن نسمح لأنفسنا بالكذب بالكذب لأن الكذب على طول يدخلني في سكة الشيطان بإتبعوا دي أبو الكذاب لكن دايما نتكلم بالحق عشان ده بتاع الله أبو الحق والكلام ده خلي بالك في المعاملات وفي التعليم وفي المعلومات يعني أنا لما علم بغير معلم به القديس أثاناسيوس ويقول أثاناسيوس يسأل كده يبقى أنا دخلت في أبو الكذاب تمام الشيطان لكن لما أكون دقيق في أن أنا شوف هو قال إيه بالزبط عشان أبقى أقول الحق يبقى أنا تابع الآب أبو الحق في المعلومات اللي بنودلي بيها حد يسألني سؤال لو قلت كذب يبقى تابع الشيطان وفي حياتي وعلاقاتي مع الناس الواحد يتجنب الكذب تماما كمان يهرب من عقرب لأنه دخل الإنسان في مملكة الظلام